الخاصة اللي احنا دايما بنتكلم عليه نمازج مشرفة للغاية منهم هشام طلعت مصطفى نجلة فوربس عاملة تقييم لشركات الكبرى في الشرق الاوسط قادة الشركات العقارية الاكثر تأثيرا في الشرق الاوسط لعام 24 تكلموا على ميت رئيس تنفيذي لكبرات الشركات في الشرق الاوسط جاء هشام طلعت مصطفى في المرتبة رقم واحد في مصر اقوى الشركات اقوى قادة الشركات العقارية في مصر اللي احتل على منطقة الشرق الاوسط بنتكلم عن المركز السابع هشام طلعت مصطفى لما بتكلم على اختياره اختيار هشام طلعت مصطفى كواحد من طبعا شركة ناجحة تشغل بقالها 40 سنة هشام طلعت مصطفى بسم الله ما شاء الله يعني اسم كبير جدا اسم ضخم جدا في المنطقة وفي الاقليم له اسم كبير هشام طلعت مصطفى نجاح على مدار 40 سنة هشام طلعت مصطفى اتذكر كويس قوي لما تقال مدينتي وقتها الناس قالوا ايه اللي راح يعمل مدينة في الصحراء كانت صحراء مدينتي ديت صحراء زي العاصمة كده قالوا معقولة فيه مشروع هيتعمل كده وشام طلعت طبعا وقتها بدأوا اتعمل اعلانات ضخمة جدا ومدينتي وهتكون مدينة عالمية على الأرض مصرية فالناس ما كانواش مصدقين انه ده يمكن يمكن حلم كانوا بيحلموا انه الشام طلعت يعمل حاجة لكن الشام طلعت واحد من اهم المطورين العقاريين عنده شاطر يعني الشام ما شاء الله شاطر عنده افكار قوية جدا وكمان الشام طلعت من الناس اللي هو ايه عنده خبرات داخل مجموعة بتاعته حاجة بسم الله ما شاء الله مدينة مسئوليات عنده شباب كتير جدا مدينة مسئوليات وبالتالي هو اللي ماسك كده ادارة لكن مستق يتابع كل تفصيلة هو من الناس اللي ايه ماسيبش لا بتابع كل حاجة المشروع الفلاني الحتة الفلانية البوابة ده بوابة مدينتي يا جماعة تصميم بوابة مدينتي ده اتعمل مش عايزة اقولكه ده خد جايزة بوابة مدينتي المدخل الرئيس المدينتي واخد جايزة بوابة معمول تصميم حيث كما تدخل مدينتي كده شلالات المية وحاجة مدينتي وباقت مدينتي اللي هي النهاردة تدخل مدينتي حضرتك هي مدينة مش كومباون لا ده مدينة مدينة بجد بسم الله ما شاء الله مفيش ورقة مفيش ورقة لا في شارع ولا قدام بيت شوارع كلها حاجة بسم الله ما شاء الله والكمان الجمال اللي فيها ايه خدرة زرع ورد حاجات كده فيه تنسيق فيه ناس قعدة فيه امن يعني امان ما شاء الله النهاردة بتلاقي اما تروح هناك مول يعني الناس شوفوا المحلات البرندات اللي هناك جاية منين ومن اللي موجود وشوفوا نسبة الاشغالة قديه والناس جاي من المحافظات الافطار والصحور وطول الوقت وليل وحاجة بسم الله ما شاء الله هو ده هو ده القطاع الخاص المصري الناجح للناس النهاردة لو بنتكلم على رجل اعماء زيه شام طلعت مصطفى له بصمة نهاردة شام طلعت ماشاء الله بيتوسع داخل مصر النهاردة بتكلم على عنده 15 فندق بعد استحوازه على 7 فنادق التاريخية بقى عنده النهاردة اكتر من 5000 غرفة فندقية بقى كمان شاطر هشام في مجال كمان السياحة يعني غير العقارات عنده مجال اخر شاطر جدا فيه دور على الفور سيزن وغيره بقى هنا ولا سان السيفن ولا غير ولا شرم الشيخ ولا القاهرة ولا غير ولا النيل ولا لا شوف بيعمل ايه كمان ادخل شوف مستوى الخدمة الناس كمان خلي بقى لحضرتك من هنا المستوى اللي هو الآه هو غالي آه بس له زبونه طب انت النهاردة الفور سيزن بتلاقي فيه قوضة سواء في شرم الشيخ ولا في القاهرة ولا سان السيفن بتلاقه حد اللي بيضاء يعني بسأل سؤال يعني فهو ده معناه له زبون وزبون فيه ناس يحب عايز مكان كويس له يعني خدماته موجودة حتى لو غالي النهاردة الشام بدأ كمان ما بين مدينته وبين الرحاب والنهاردة عنده مدينة جديدة كبيرة اوه ما شاء الله على طريق السويس كده مدينة نور حاجة بتتعمل بالشراكة مع وزارة الاسكان دخل كمان فيه مشروع غسل حكمة وكان الشام موجود يوم التوقيع مع شقانة في دولة المرات العربية المتحدة كان موجود إن واحد من أقل مطورين موجود كمان فيه مشروع رسل حكمة دخل كمان نهاردة عنده عمل هيعمل مشروع ضخم جدا في المملكة العربية السعودية ده لستثمار الناجح شوف انت بتعمل ايه؟ ما طول ما انت ناجح هيتلاقي فرص موجودة شوفوا ألاف فرص العمل اللي بيتم تشغيلها في مجموعة طلعة مصطفى فنقدر نعرف النهاردة لما يتم اختيار رهيشام طلعت النهاردة واحد من أهم أهم مطور عقاري رقم واحد نتكلم واحد من السبع الكبار في منطقة شرق الأوسط رقم واحد في مصر فنعرف سر النجاح جاي منين سر النجاح مش جاي يعني لا جاي من خلال عمل على الأرض عمل وشغل على الأرض عمل مباني مدن بتتعمل شغل تطوير رهائل في مختلف المناطق المصرية سواء بنتكلم عقارات أو بنتكلم تنمية سياحية طبعاً ونتكلم كمان يمكن مجالة فوربس لما اتكلمت على المعايير بتاعتها بتتكلم على ليه دول الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط اتكلمت على أربع معايير واحد منهم إجمال الأصول والقيمة السوقية والإرادات في حال الإفصاح زي ما هم قالوا ومحفظة الأراضة أو قيمتها والوحدات المملكة للشركة وقيمة المشروعات اللي بيتم إنجازها وقيمة المشروعات تحت الإنشاء ومدى التزام الشركة يعني هشام طلعت يمكن من الشركات اللي قليلة اللي هي ما تلاقيش عندهم مشاكل يعني ما تلاقيش الناس بتشتكي إن هشام طلعت تأخر مثلاً مثلاً أو إنه عمل إجراء معين لا ما تلاقيش هشام من الشركات اللي هي يعني لها يعني تواجد كبير جداً وسقة كبيرة جداً في السوق سواء المصري أو السوق العربي